الفساد او فساد المحليات ما انشي الاول ان احنا نقضي عليه ولا المحليات دلوقتي اصبحت هي خلاص حكرة دلوقتي اي حد لازم يخش فيه الناس القديمة خلاص لازم الجديد ده يجي عليها لازم يمشي زي ما انا ماشي يا كده يا اما فيه تلفيق قضايا وفيه وفيه بدلين فيه ناس كتير جدا بتبقى داخل المكان ده معروفة عنها النزاهة والالتزام وإلا ما كانتش الدولة اخترت الناس دي لان الراجل ده خدمة كاملة في وزارة الداخلية مسك اكتر من منصب في وزارة الداخلية وخرج من زرورة الداخلية بكل نزاهة وكل شرف الناس كلها كانت بتشيت بيه وباخلاقه وبنزاهته لما يجي النهار ده يمسك رئيس حي الهرم ونطلع بمشكلة زي دي يبقى بالتأكيد فيه حاجة غلط يا اما المكان اللي هو فيه خلاص مكان ملوس وهو اللي بيجبر الناس انها تمشي في الطريق ده واما الناس دي اصلا هي قابلة الانحراف وقابلة انها تبقى حاجة كده بس يعني المكان اللي هو كان فيه الاول كان محجمه كان 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 فعلى اي اساس بيتم اختيار الناس دي للمناصف دي يعني الناس دي انا اعرف ان اي حد بيمسك منصب زي ده بيكون فيه تحريات وفيه وفيه يعني